خطوات تنتهجها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى من خلالها الى تعزيز علاقات العراق الخارجية اقليميا وعالميا في محاولة لاخراج البلاد من ازماتها المتوالية سعي حثيث لتوسيع العلاقات مع الدول الجوار ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي في شتى المجالات امنيا واقتصاديا هو ما اشار اليه خبراء بالخطوة الصحيحة في مسار تطوير العلاقات ستكون له نتائج مقبولة وتفرض هدوءا على منطقة الخليج عزيز هذه العلاقات وبالتالي تكون تعاون واستثمار وكذلك تطوير هذه العلاقات باتجاه الصحيح وبالتالي وصول الى نتيجة مقبولة لهذه الدول باحتبارها تشكل حضور طبيعي وفي منطقة الخليج وبالتالي تكون المنطقة هادئة نعمة اخرون رأوا ان الكاظمي لديه خارطة سياسية يرغب بتنفيذها بالدخول الى العمق العربي وايجاد علاقات متوازنة مع ايران في ذات الوقت اضافة الى التفاوض مع واشنطن واعادة النظر باتفاقية الاطار الاستراتيجي واستغلالها بتزويد العراق بالطاقة والمنظومة الكهربائية وفي البنى التحتية والخدمات سيد الكاظمي في جعبته خارطة سياسية يريد ان ينفذها بالدخول الى العمق العربي اولا بخلق علاقات متوازنة مع ايران ثانيا بالتفاوض من اجل اعادة النظر مع الولايات المتحدة الامريكية باتفاقية الاطار الاستراتيجي التي ابرمت عام 2008 لان حقيقة هناك تلكء من الجانب الامريكي في تزويد العراق بالطاقة وفي المنظومة الكهربائية وفي البنى والخدمات سواء كانت الاقتصادية او الاجتماعية والبنى التحتية بشكل عام وما بين لقاءات مضت واخرى ااتية لحكومة الكاظمي في ظل الازمات الكبيرة التي تعصف بالبلاد وتردي كافة الخدمات وخزينة خاوية تسلمتها الحكومة وفساد ومحاصصة وتحزب يبقى ما يتطلع الشعب لنيله من الحكومة هو الحد الفاصل لانهاء ازمات البلاد ترجمة نانسي قنقر